اشتركوا في القناة السفير عمر هلال مماثل دائم للمملكة لدى الامم المتحدة عن رفض التعزي التي وجهها نظيره الجزائرية عمار بن جامعة في ضحايا فاجعت زلزال الحوزة وصفنا الامر بانه دموع التمسيح وطلب الدبلوماسية الجزائرية بحق الرد اتراك كلمة عمر هلال امام الجامعية العامة للامم المتحدة على اعتبار ان هذا الاخير حرف كلمة الرئيس الجزائرية عبد المجيدة بونا على المنبر نفسها متطرقا محددا لملف الصحراء من منطلق ان بلاده اختارت معسكر العدلة وانهاء الاستعمار والحرية والتقرير المصيرة وحقوق لسنة وعود بن جامع مطالبة المغرب بتنظيم استفتاء تقرير المصيرة الذي يطالب به الشعب الصحراوي منذ نصف قرنة على حد تعبيرها محتجا على وصف المغرب لجبهة البوليساريو الانفصالية بانها ميليشيات ارهابية وقال السفير الجزائرية جميع القوى المهيمين حاولت دوما شيطنة المقاومين والمناضلين في سبيل الحرية قبل ان يقدم تعزي للمملكة في ضحايا الززالة ورد السفير المغربية عمر هلال على كلمة ممثل الجزائر بدعوته هذا الاخير الى الكف عن الادعاء بخصوص التضامن مع المغرب في محنتها موردا لا يمكن للمرء ان يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسها بلدا لا يزال يعيش مأساة معتابرا ان الامر ينطوي على دس للسم وإهانة للضحايا وللمغاربة في اشارة الى خلط هذا التعبير الانساني بالمطالب الانفصالية وعاد هلال التأكيد على ان مبادرة الحكم الذاتية في اطار السيادة المغرب ووحدة اراضيها تظل السبيل الوحيد لطيق الصفحة هذا الصراع الاقليمي المفتعل ومبرزا ان الامم المتحدة نفسها لم تعد تتطرق الى استفتاء تقرير المصير الذي تطالب به الجزائر منذ ما يقارب ربع قرنه اورد المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك الى انقضاء الدهر وكانت الجزائر هي البلد الوحيدة الذي تلقى جوابا رسميا من المغرب عبر القنوات الدبلوماسية ما فده ان الرباط ليست في حاجة للمساعدات التي عرضتها وذلك بعد ساعات من اعلانها بعت ثلاث طائرات للمناطق المنكوبة يوم الحاضي عشر شتنبر الجارية ونشرت صورا عبر منابر الاعلام العمومية لفريق الانقاذ وهو يستعد للاقلاع من مطار ابو فاركا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء